أعزائي نرحب بكم مع اللغة الهيديشية هذا الفيديو الأول في الوطن العربي لتعدريس اللغة الهيديشية وهي سلسلة فيديوهات ابتداء من الحروف حتى القواعد والبنية اللغوية بالمناسبة اللغة الهيديشية هي اللغة العامية المحكية للغة العبرية الفصحة الحقيقة مصادر التعلمية في الوطن العربي من كتب أو حتى فيديوهات تكاد تكون معدومة للغة الهيديشية وهناك نعم تدريس اللغة العربية الفصحة في دول العربية زي الخليج ومصر والأردن لكن الهيديشية قلنا يندر لنرى تسلسل تاريخيا للغات العبرية هبريوي اللغة العبرية الفصحة هي لغة الكتاب التوراة لغة الكتاب المقدس ثم الأرامية أي الأراميك اللي هي اللغة العبرية مختلطة بالأرامية وهذا أثناء فترة الحكم الأرامي والحضارة الأرامية فرضت لغتها وثقافتها لذلك كانت اللغة العبرية المحكية آنذاك مع خليط من اللغة الأرامية في فترة الحكم الإسباني وعيش اليهود في الحكم الإسباني أو في يعني تحت حكم الإسبان في الدولة الإسبانية كانت اللغة اسمها لغة لادينو خليط من الإبري والإسباني اللغة اليدشية في القرن التاسع عشر استخدمها اليهود وهي أيضا خليط من اللغة يعني اتساع رقعة اليهود في أوروبا فهذه اللغة لدي شيخ خليط من اللغات الإيروهندية اللغات الأوروبية وأساسي فيها اللغة الألمانية الأرامية الإسبانية الفرنسية وأساسي فيها اللغة الألمانية إذن تكتب بالأبجدية العبرية لكن اللفظ والكلمات كثيرة من اللغات الإيروهندية استخدمها طبعا تجاري اليهود كلغة خاصة بينهم للغش لطائفة اليهود أصبحت توسعت رقعتها أصبحت الآن هي اللغة المتحدثة في أوروبا وفي أمريكا إلى آخرين نبدأ أعزائي بالآلف كلنا الأبجدية تبدأ أبجد هوس حطي كلمون صحف سكورشات في اللغات العبرية نخنا العبرية الفصحة لكن نفسها لكن مع تنهيرات في العبريت أو العبرية الهجيشية نبدأ بأنواع الحروف لدينا الآلف ثلاثة أقصى آلف شتومر آلف شتومر هي الألف الساكنة وهذه الألف الساكنة مهملة غالبا لكن تفعل وتلفظ بألف خفيفة إذا جاءت بعدها أو قبلها إحدى الأروف التالية يود وظوف وظوف يود سبيودان وبيسيخ سبيودان نأخذ أمثلة عليها الآلف طبعا هكذا تكتب بالكتابة اليدوية أما بالكتابة المطبوعة هكذا نأخذ أمثلة عليها وظ 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 بمعنى and and in بمعنى أيضا in يعني في اخ اخ بمعنى يد هذه الألف شتومر ألف اشتمر يعني ألف بدون أي حركات ساكنة لكن تفعل حكينا إذا جاءت بعد بعض التروف الألف الثانية ألف باسخ ألف باسخ ألف وهي الألف التي هكذا تحتها هذه الحركات بلغة العبلية غالبا تأتي تحت الحرف وليست فوقه يعني نادرة ما تأتي فوقه زي عندنا حتف بطا حكمات يعني هذه بنحكيها باسخ اللي هي حركة خفيفة ألف خفيفة تلفط كما في كلمة father الآن في father نأخذ أمثلة عليها ألد ألد معناها old كلاس بمعنى الصف في كلاس مساء 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 لكن العين هنا غير مفاعلة بالهيدشية العين هي من الحروف المتأثرة باللغة العربية لكن غير مفاعلة في يعني اليهود غالبة في الهيدشية لا يلفضونها وبشكل عام غير مفاعلة حسب قوميات اليهود في أوروبا يعني مساء مذر حكينا الألف رقم ثلاثة هي كوميتس كوميتس أو كاماتس كوميتس ألف اللي هي الألف التي هكذا يكون شكلها في الطباعة وهكذا شكلها اليدوي تحتها حركة كوميتس هاي كوميتس يعني فتحة طويلة انظروا هكذا يعني فتحة طويلة ألف زي تلفظ زي كلمة دوغ أو زي كلمة لونغ الأو في لونغ يعني تلفظ أو نأخذ أمثلة عليهم دوس بمعنى ذا أوبير 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 شوف الأو لافضناها أو أوبير بمعنى بات ولكن دو 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 بمعنى هير حرف آخر أعزائي بيس حرف البيس حرف البيس يعني بيت كما شكلها أعزائي بالفصيح أو بخط الطباعة وخط اليدوي قلنا ارتبطت العبرية قديما بشكل يعني ترسم بالرسوم فهكذا شكل البيت فأخذت من كلمة منها بيت أو رسمت على شكل بيت أربعة جدران نأخذ أمثلة على بيت أو بيس بيس نأخذ كلمة بوخ بوخ معناها كتاب بوخ كتاب أوبير أوبير بمعنى بات ولكن بوبي بوبي جدر 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 جراند ماذر بوبي حرف الآخر فيس فيس يعني حرف الباب حرف الباب فيس فيس حرف زي لوف يعني بالإنجليزي نأخذ مثلا هكذا تكتب أعزائي تشابه بينها وبين البيت لكن إحنا بالعبرية نخنا بالعبرية الفسحة نضع السكون لتفرق بين الباب يعني حرف بالنص نقطة ليفرق بينها إذا وضعت عليها أصبحت با يعني أصبحت فيس لكن هنا بدون تنقيت بالهديشية أيضا كمان في مستوى متقدم بالعبرية نخنا لا تنقط الكلمات على الفطرة يعني هكذا يمكن قراءتها فيس حكينا حرف الفيس حرف الفيس مثل خبر خبر صديق فراند روف روف معناها روبة زي أنه بالعبرية نخنا يعني كثيرا خشف خشف أمبورتونت مهم مهم إلى آخر نشوف جامل كلمة جامل أو حرف جامل حرف الجامل هو زي الجيم بالمصرية حرف الجيم لكنه هكذا شكله بالخط المطبوع وهذا شكله بالخط الفصيح أو بالخط الطبع وهذا بالخط اليدوي نأخذ أمثلة عليها أعزائي قروس بمعنى كبير قوت بمعنى جيد انجليش بمعنى انجليزية شايفين العين هنا غير مفعلة بالهديشية ننفضوا أي خفيفة حرف الدالد حرف الدالد دالد يعني حرف الدال دالد هكذا بالطباعة وهكذا بالخط الطباعة وهذا بالخط العامي أو الخط اليدوي لها خطان نأتي نأخذ عليها أمثلة دارد 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 بمعنى يو أنت أيضا دورتن 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 هاي حرف الطيت أعزائي في النص هادا الكماتس هادا حرف الطيت دورت طلفتا يعني دورتن وهاي النون في آخر الكلمة دورتن بمعنى دارد حرف آخر أعزائي مركب الآن سنأتي على أحرف المركبة وهي دالد وزاين وشن اللي هي الدال مع الزين ومع الشين أعزائي دالد زاين شن اللي هي هكذا دالد وزاين وشن هكذا أعزائي تكوننا حرف الجيم حرف الجيم جا هكذا نرفضها جا نأخذ أمثلة عليها هذه أعزائي المركبة ثلاثة أحرف حقيقة هي نادرة كلمات باللغة اليدشية بعدد أصابع الإيد ليس فيها كثير من كلمات زي جانجل 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 هيا شايفين ثلاثة أحرف هاي شايفين الزاين الزاين نفرقها بأنا واحد بس فوقه هكذا يعني شحطة من الجهتين هكذا يعني أيضا هنا زاين جن 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 هاي ثلاثة أحرف كونة حرف الجا أيضا أعزائي جيرد جيرد اسم شخص نيم شخص ألماني مثلا حرف آخر أعزائي اله هكذا اله بالخط الطباعة هكذا وبالخط اليدوي هكذا نأخذ أمثلة أعزائي هايس بمعنى بيت هايس بيت وعنا هوفين هوفين بمعنى تهاف فعل هوفين تهاف وفي عنا هور هور بمعنى شعر حرف آخر أعزائي فوف حرف الفوف هو عبارة عن نلفظه زي كلمة بوك يعني الفوف الفوف أعزائي تكرار لحرفين يعني هو حرف واحد بس بدون تنقيت هكذا يعني الفرق بينه بين الزين إنه له شحطة جانبية لكن الزين هكذا أعزائي تكون هكذا الزين لكن الفوف طيب نأخذ أمثلة عليها أعزائي والفرق بينه بين الفا إنه يعني هو أصله ولكن باللغة أصله ولكن إذا وضع له سكون أصبحها زي فارد فارد إذا هو أصله بالأصل واو لكن لفضة مع التسكين الآن في الهديشية بدون تنقيت نقرأ نأخذ أمثلة عليها أعزائي أعزائي أون زر أون زر بمعنى أور كومن كومن هذا هو حرف اللي بنحكي عنه هذا هو الحرف نضع له سنة بسيطة أعزائي جانبية كومن بمعنى تو كام و أون أون بمعنى أند نأخذ حرف ميلو بيم فيف ميلو بيم فيف أعزائي اللي هي نفس الـ فيف نفسها سنة صغيرة لكن لها هنا نقطة في الوساط نقطة أو شدة أعزائي نأخذ عليها أمثلة اللي هي ثلاث أحرف مع بعض ثلاث أحرف مركبة تركيب ثلاث أحرف نسميها ميلو بيم ميلو بيم فيف ميلو بيم فيف ميلو بيم فيف ثلاث أحرف مع بعض هكذا نلفظ الأولى تلفظ أعزائي فيا والثانية أو الأخيرة تلفظ و فيو كلماتها معدودة يعني اللي هي بروف 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 تتراي فو معناها وير فو هاي ثلاث أحرف لحالها وير وبروف بمعنى تتراي نأخذ حرف أخير أعزائي أو تسيفايف ووفن تسيفايف ووفن تسيفايف ووفن هو حرفان مركبان من الفوف نشوف أعزائي مثل حرفان مركبان من فوف أعزائي ركبنا الفوف معا شوفوا هاي الأمثلة فو فو كما هنا فو لكن هنا تركيب فو بمعنى أيضا وير بريف 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 بمعنى لتر رسالة بريف بريف أيضا هذه الثلاث أحرف المركبة تركيب لثلاث أحرف هنا ثلاث أحرف الفرق لكن هنا حرفان مركبة من حرفان اللي اسمها تسيفايف ووفن تسيفايف ووفن اللي هي مركبة من حرفين وهنا ثلاثة أحرف تسيفايف ووفن هنا حرفين لكن هذا حرف آخر ذي ذي معناها هاو ذي هاو يعني السياق أعزائي والتكرار يعني يسهل الأمر فوف يود فوف يود أيضا أعزائي حرف مركب من مركبان فوف زائد يود من اسمه فوف و يود يود أعزائي زي الهمزة بالعربي هكذا يود ها هكذا يود ها هكذا يود همزة صغيرة جدا هذا هو حرف اليود والفا هاي ها فوف و يود فوف و يود مركبان مع بعض وتلفظ زي اوي زي كلمة بوي اللي هي حرف يعني بوي اوي اوي يعني مثل اوي خناخد أمثلة عليها بويم بويم ها ها هي اليود أحيانا عندما نكتبها بسرعة تصبح شحطة بويم بويم يعني تشي شجرة مويل مويل بمعنى او مويت مويت معناها موث اويب اويب معناها إث إذا ناخد آخر يعني نبدأ قبل الأخير زاين حرف الزاين حرف هكذا بي الخط الطباعة وهكذا بي خط يعني الخط المطبوع وهذا خط اليدوي ناخد أمثلة عليها أعزائي زوجين زوجين بمعنى ساي او تيل يخبر او يحدث اوزن بمعنى اوزن زون معنى صن زون معنى صن ولد او ابن وزيبن بمعنى سيفن رقم سبعة اذا نعيد زوبن بمعنى فعل معنى يخبر او يحدث زون زون بمعنى ابن صن وزيبن بمعنى سبعة ناخد آخر تركيب أعزائي زاين شن زين شن من اسمها نركب الزاين مع الشن حرف الزاد مع الشن هذه الشن أعزائي تشبه العربية زمان او قديمة كانت بدون أسنان اذا وضعنا لها نقطة هكذا هكذا يعني نشوي نواحد أعزائي هكذا شامش مثلا كلمة شامش اذا وضعنا نقطة تصبح شن وإذا بدون نقطة تصبح أعزائي سين لكن أعزائي من الصياق يعني ما عادت تنقيط جدا يعني في المراحل الأولى للتعليمية فقط كيف الابتدائي عنا للأطفال ينقطوا أما الباقي بدون تنقيط بالذات في المجلات او الجرائد او التلفاز ناخذ أمثلة على زين شين اللي هي مركب الزين مع الشين أعزائي تصبح حرف إج إج إيماج إيماج جبه إيماج يعني صورة جبه معناها فروغ ضفضع وجورناليست معناها صحفي ونشكر أعزائي